ودلوقتي نروح معاكم للصحافة الرياضية هنروح للصحافة الرياضية من جريدة الشروق تحديداً ومرسلتنا نورهان تامان عشان تطلعنا على التفاصيل المختلفة صباح الفولية نورهان تابع منشور عليك ومعاكي أخبار كتيرة بتتعلق كمان بالمحترفين المصريين بالخارج عن مصطفى محمد وعن تشريزي جي طمينينا كده أوضاعهم ايه في المطشاط الفترة الحالية وكمال الخبر اللفت انتباهي جداً الخبر خاص بسكال نيوز أريبيا وليفاندوفسكي وتقلقه مع بارسلونة مؤخرة الناس كتيرة كانت بتقولك يعني هو هيتقلق ولا لأ كان هل هذه الصفقة أصلاً جيدة ولا لأ أنت عارف لما كنا منتكلم أنه هو هينضم البارسلونة هل بارسلونة هيعود على ويقف على رجليه مرة تانية ويعود لتقلقه مرة تانية ولا لأ كل ده طبعاً تفاصيله هيكون معاك تفضلي نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة الشروق نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وفعلاً يا نهواند معنا أخبار كتير جداً عن المحترفين المصريين النهاردة ولكن خلينا نروح لمنتخب مصر الأول منتخب مصر للشباب النهاردة من جريدة الأخبار هيواجه بروندي في قبل نهاء إفريقيا وهي طبعاً في السبع مساء إن شاء الله هيواجه منتخب مصر للشباب نظير بروندي في قبل نهاء إفريقيا في البطولة المقامة في رواندا حالياً كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني أما تاني خبر معنا من الجمهورية عقب هدفه الأول مع بطل تركيا تريزيجي الأفضل وهنا بقى نبدأ أخبارنا مع محترفين محمود حسن تريزيجي بيقدم مباراة هي الأروع مع فريقه طبعاً ترابزون التركي بطل الدوري التركي النسخة الماضية فيه طبعاً وتغلب على نظيره عمراني بهدف دون رد وسجله تريزيجي وبعيداً عن الهدف كمان محمود حسن تريزيجي قدم أداء قوي جداً كما ذكرت شبكة هوسكورد العالمية وقالت إن محمود حسن تريزيجي هو نجم المباراة الأول تاني خبر معنا يمكن بعد الخبر الإيجابي معنا خبر سلبي من يلا كورة فقط الكورة ست مرات أرقام ضعيفة لمصطفى محمد أمام باريس سان جرمان طبعاً مواجهة كانت منتظرة وعشاق الكورة المصرية كانوا منتظرين يشوفوا مصطفى محمد ويواجه طبعاً فطاح الدوري الفرنسي ليونال ميسي ومبابيو طبعاً أسماء كبيرة جداً ولكن مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي يقدم أداء باهت حسب ما ذكر تقرير يلا كورة وكان شارك أساسي في المباراة اللي طبعاً لقيمة أمس وتم استبداله في الدقيقة 80 وخسر نانت الفرنسي 3-0 على يد باريس سان جرمان خبر اللي معنا من جريدة الشرق هو يمكن مش عن محمد صلاح ولكن يخص محمد صلاح هالند يحقق رقماً استثنائياً في البريمبرليج بعد وصوله الهدف العاشر طبعاً إيلينج هالند طبعاً النجم النرويجي بيحقق رقم استثنائي ويعني بيقدم مستويات مختلفة بعد انضمامه المانشستر سيتي وطبعاً سجل أمس هدف فريق الوحيد في المباراة اللي وقيمت أمام أسطن فيلا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وبهدف هالند الأخير بيبقى سجل عشر أهداف في ست جوالات في البريمبرليج متساوي مع ميكي كوين هداف نيو كاسل السابق في المباراة طبعاً اللي انتهت بالتعادل زي ما أقول لكم أمام أسطن فيلا ومانشستر سيتي آخر خبر معنا ان هوانده زي ما قلت ليفاندوفيسكي يوقع خامس أهدافه مع برشلونة مطارداً الريال كثير كانوا توقعوا أن ليفاندوفيسكي القادم من بيرن ميونيخ قالوا أن الدوري الألماني مختلف كثير عن الدوري الأسباني والمنفسة مختلفة ولكن ليفاندوفيسكي بيرد على كل هذه الاتهمات وبيرد على كل هذه الأقاويل وبيسجل خامس أهدافه مع برشلونة وبيطارد طبعاً برشلونة نظيره ليل مدريد في المركز الثاني برصيد عشر أهداف متأخرة عن رئي المدينة المتصدر الجولة بنقطتين دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو شكرا ليكي زميلتنا العزيزة المتقلقة فعلا نورهان طمان على هدي التخطية